اشتركوا في القناة هاي اعطيها الجواب التوافق ما بين 16-6 اللي هو الجوزاء و20-11 اللي هو اخر برج العقرب طبعا نسبة التوافق ما بينهم انا لما حكيت في الحلقة انه هذول اثنين ما بتوافقوا مع بعض هي اصرت اني انا اعمل حسابات انا عملت حسابات نسبة التوافق هي 70% طبعا 70% في حساباتي انا بشوف النسبة ضئيلة يعني 90% عادة احنا منقول هذه نسبة مرتفعة للتوافق ما بين طرفين 70% يعني فيه اختلاف كبير ما بين الطباع يعني طباع الشخصين فعشان هيك تطلب هاي الامور تنازلات كثيرة عشان الحياة تستمر ما بينهم اثنين لما اجيت اطلعت عليها ها هي لقيت انه هو كوكبها كأنه عقرب ومجموع ارقامها بطلع تسعة اللي هو المريخ يعني مريخ ومريخ زي ما حكيت انا يومها انه مريخ وعطارد كيف بدهم يركبوا مع بعض ما بركبوا مع بعض اتفاجأت انا برضو لما حسب التاريخ ميلاده انه طلع اورانوس واورانوس كمان مصيبة اكبر فهذا متقلب واثنين مزاجي وشغل مفاجآت وشغل اكشن يعني بمعنى اخر متعب اثنين هذا بيحاول انه يلف الدنيا باي طريقة اللي يقنع الطرف الثاني بانه هو على حق وانه هو عاشق وانه هو الهان وانه هو المظلوم وهو المقهور وفي النهاية بتقلب بمزاجه وبعدين في النهاية بده الاشي اللي هو بده يا يصير يعني بلف الدنيا بالاخر مثل ما بده هو حسب تقلب مزاجه على حسب وضعه هو عشان هيك هاي العلاقة انا بشوفها ضعيفة جدا وراح تكون متعبة ومرهقة جدا لمولود برج العقرب انا حبيت ابري ضميري امام الله لاني وعدت اني انا اقول اللي عندي والان بدك تستمري بالعلاقة استمري انتي حرة انا اللي علي حكيته خلينا نروح على توقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا لليوم الثلاثاء ثلاثين تشرين الثاني نوفمبر اخر يوم من شهر نوفمبر القمر اصار مستقر الان في برج الميزان هو في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي رح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة واحد عشر دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء ثلاثين احداش بعدين بده ينتقل القمر لمنزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر بما انه موجود في برج الميزان فاحنا بناخذ من صفات برج الميزان يعني بده يأثر علينا صفات برج الميزان في هاي الفترة بنعتبرها فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية او علاقة عشاق نالت العلاقة ما بينهم نوع من انواع التوتر او كان فيها بعض المشاكل ممكن يبادروا بالمصالحة او التراجع عن بعض القرارات منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد يعني بتكونوا ديروا بالكم من غيرتكم في هاي الفترة في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوزعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او اعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة المؤثرة لايام طبعا اول زاوية هي رح تستمر ليوم الغد اللي هو واحد اتناعش هي زاوية التسديس بالايجابية بين عطارد وبين زحل هاي بتعزز قدراتنا على تحليل الامور بنقدر نحلل الامور الصعبة او الامور اللي بتحتاج لنشاط فكري اكثر لتحليلها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون وهي ذروتها يوم تسعة وعشرين احداش حكينا ولكن هاي رح تستمر لغاية يوم اثنين اثناش اليوم رح تتشكل ذروتها ساعة ثنتين وتسعة دقائق بعض الظهر هاي بتعزز الخيال الخصب خصوصا للاشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية او المجالات اللي بيحاجل الابتكار وبتقوي الحدث عنها بشكل اكبر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية الاقتران الايجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي حكينا ذروتها يوم تسعة وعشرين احداش هي مستمرة لغاية خمس اثناش وبظل تأثيراتها موجودة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة وتعذر علينا فهمها بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية يعني برضو النشاط الفكري عالي جدا بالفترة هذه خصوصا للطاقات الفكرية او للاقناع للمناقشة للحوار للامتحانات فهي فترة ممتازة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة المؤثرة المستمرة اللي هي ذا زاوية الزهرة والمريخ اللي هي الزاوية المنفصلة هذه لغاية يوم تسعة وعشر اثناش مستمرة بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبرضو بتعزز العلاقات العاطفية الناجحة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل اليوم ذروتها اول طبعا بالنسبة لكل الاوقات اللي انا بذكرها بتوقيت جرينيج الزاوية الاولى اللي رح اليوم برضو يكون لها تأثيرات بين القمر وبين زحل وهي زاوية تثليث رح تكون بعد منتصف هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة اللي هي الساعة اثناش وثلاثة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بنصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا ممكن اليوم كوننا شطين اكثر وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين عطارد وبين زحل وهاي حكينا عنها في الايام الماضية هي ذروتها ساعة سبعة وثمنتعشر دقيقة صباحا رح تستمر لغاية يوم واحد اتناعش طبعا مستمرة هي بتعزز قدرتنا على تحليل الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة مساء بما ان الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش معنات وتأثيراتها من ساعات الصباح بتبلش اكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية اذ بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية البطيئة او في ضايل زاويتين بطيئات اليوم ذروتهم الزاوية الاولى زاوية تسديس ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي رح تتشكل الساعة ثمانية وخمس واربعين دقيقة مساء طبعا تأثيرها طول اليوم هاي رح بظلها مستمر تأثيراتها لغاية يوم اربعة اتناعش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا اما بالنسبة للزاوية الاخرى البطيئة اللي برضو رح تتشكل اليوم هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين الشمس وبين زحل هاي رح تكون ساعة 11 و13 دقيقة مساء طبعا برضو هاي مستمرة لغاية اربعة اتناعش هاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وبرضو بتعطينا قدرة على تحمل المسئولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي اكثر حساسية بتكون خلال هذا اليوم الكلا والحالب المثانة البولية الاوردة الجلد لانه العلاقة باللمس اللي هي اعضاء اللمس الجلد البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية عشان هيك هاي الاعضاء اصبحت اكثر حساسية بالفترة هاي لازم نوفرلها العناية الاضافية اللي بعانوا من هاي الاعضاء عندهم امراض فيها بدهم ينتبهوا لحالهم اكثر اللي بشعروا باي اعراض لهاي الاعضاء لازم يراجعوا الطبيب عشان ينصرف لهم علاجات طبعا اذا في عمليات جراحية لهاي الاعضاء طبعا من ننصحش فيها اليوم لباقي اعضاء الجسم ما في اي مشاكل اما بالنسبة لعمليات التجميل بما انه الجلد وحساسية الجلد فانا ما بنصح اليوم عمليات التجميل مثل الحقن ولكن بنصح لعمليات الجراحة هي مش مناسبة لازالة الشعر لانه ما بدنا احنا الجلد يتحسس اه وبرضو تصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ولا تصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب لهذا الامر مع الاخذ بعين الاعتبار حبتين بندول او برس ديمول كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الميزان معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعة يوم واحد اتناعش بيبدأ في تمام الساعة اربعة وتسعة عشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وخمس وخمسين دقيقة ظهرا لينتقل القمر لا برج العقرب حكينا كل الاوقات اللي بنذكرها بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ست وعشرين يوم في تمام الساعة اتناعش منتصف الليل بتصير نسبة الاضاءة عشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش سعيد الان هو بنسبة خمس وثمانين في المية ولكن في ساعات الصباح بتنزل سعوته لنسبة سبعين في المية اما بالنسبة للقمر في الميزان حتى يوم واحد اتناعش الان هو سعيد بنسبة ستين في المية ولكن في ساعات الظهر بتنزل سعوته لخمسطعش في المية عطارد في القاوس حتى يوم 13-12 اليوم سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 10% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% عبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر موجود مقابلك تماما في بيت الشراكي فاليوم مقسوم لقسمين هو جيد للقيام بعمل مشترك واليوم بوسعك وتوقيع عقد إتمام خطوبة أو زفاف أو تعزيز العلاقة ما بينكم وبين شركائكم أو مصالحة ما ولكن في بعض التأثيرات السلبية لأن طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك حاول أنك ما ترتج المواقف اتجنب الانتقادات وخصوصا في مجال العمل ابعد عن المشاكل قدر الإمكان اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب اللي إلها علاقة إما بالعائلة أو إلها علاقة بالمهنة برج الثور القمر صار في البيت السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك اليوم بدكوا تتوقعوا أن العمل رح يتراكم عندكم فلازم تصحوا بكير على أساس أنه تنجزوا أعمالكم من الصباح الباكر حاولوا تخلوا علاقاتكم مع زملائكم بالعمل جيدة لأنه إذا كانت العلاقة جيدة معناته ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينكم وبين الزملاء بتقدروا اليوم مارشوا نشاط بدني للمحافظة على ياقتكم أو المشي أو أي شيء له علاقة بالحركة أهم شيء زي ما حكينا تباكر لعملك ما تلتيه انشغلات كثيرة وممكن ما تنجح في إتمام كل أعمالك بدك تنظم وقتك وحاول أنك ما تقصر إن شعرت بشيء غير اعتيادي برضو راجع طبيبك برج الجوزاء طبعا اليوم القمر في البيت الخامس يعني بيت الحظوظ بالنسبة لإلك فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو أدبي وهي فترة استثنائية ورائعة بيبتسم لك الحظ وبتكون فرحتك في هذا اليوم كبير لأنه راح تتمم كثير من الأعمال ممكن تهتم لإستعادة موقعك وممكن تتحمس اليوم للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره اليوم بيحمل لك انفراج وبيحمل لك خبر سار وبرضو اليوم زي ما حكينا هو من الأيام المميزة اللي من المفروض أنك ما تضيع هذا اليوم من إيدك برج السرطان بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم لأن القمر موجود في بيت البيت والعائلة فعشان هيك اليوم الاهتمامات كلها اجتماعية عائلية بيتي مو بوسع كل يوم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشائن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل مصاريف إضافية عشان هيك برضو بدك تنتبه من صرف الفلوس بدون حساب أو أنك أنت تتفشش بصرف الفلوس بالفترة هاي وبرضو في نفس اللحظة ابعد عن المشاكل العائلية برج الأسد طبعا اليوم النشاط عالي جدا عندكم اليوم رح تبدعوا بالاتصالات بالحوارات بتنشطوا في الدراسة بالسفر بالاتصالات على أنواعها اليوم بوسعك واجتياز امتحان ممكن اليوم انتعززوا العلاقة مع أخ أو جار اليوم تقدر تستوعب كل الظروف وتتكيف معها بسهولة إن هاي فترة نعتبرها إحنا فترة تواصل بناءة مع الآخرين قدرتك على الإقناع عالية نشاطك الذهني ممتاز جدا وهذا الإشي بيسمح لك للمنافسة القوية أهم إشي إنك اليوم ما تضيع الفرصة وحاول إنك اليوم تستمتع بهاي الطاقة الإيجابية الموجودة برج العذراء تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو على جائزة بتتركز الأمور كلها على الأمور المالية ممكن شوي بعض الأشخاص يكون عندهم قلق من مصاريف طبية استشفائية بعض الالتزامات المالية أهم شي إن اليوم إنك تناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني وحاول إنك تدقق بالتفاصيل اليوم ممكن شوي تحتاج مساعدة أحد الأشخاص أو تقوم بمبادرة خيرة فعشان هيك أهم شي تنتبه لمصاريفك وتنتبه لفلوسك ما في داعي لا للمجازفات ولا للمغامرات برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبيرة واليوم بتنجحوا بالدفع بمصالحكم في أي مجال شعبيتكم اليوم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهم شي إنك ما تهملها إذا كان في أمور كانت صعبة عليك في الأيام الماضية اليوم كرر المحاولة فممكن تتممها ممكن يبتسم لك الحظ ممكن تنبسط أو تسعد أو تهنأ باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني فترة إيجابية برضو طاقتها عالية وحلوة بالنسبة لإلك فحاول برضو إنك تستغلها برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك هذا لا يعتبر يوم مساعدكم آخر يوم فبدكوا تتحملوا قدر الإمكان بالتعب راح يظل مسيطر عليكم الملل نوع من أنواع القلق التوتر حاولوا إنكوا تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود سوء من التفاهم ممكن من تصرف من كلمة من أي انتقاد ممكن ما حدا يفهم عليك فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقطة اليوم بتخف وطيرتك تشعر بالملل أو بإنك بحاجة لنوع من أنواع التغيير فممكن تتأخر بعض المعاملات أو تلغى أو ترغب في الإبتعاد عن الأجواء الصاخبة بتحب الأجواء اللي فيها هدوء أكثر لأنه هاي فترة سلبية شوية الطاقة بتكون فيها ضعيفة برج القوس بتنشطوا اجتماعياً وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي منكم أشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنكم تتجنبوا العناد وتحاولوا أنكم تكونوا أكثر انفتاحاً على أراء ومواقف الآخرين وما تحاولوا تتحكموا في أصدقائكم أو تفرضوا سلطتكم عليهم حاولوا أنكم ما تتكاسلوا وبادروا لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد اليوم لازم تنطلق اجتماعياً لأنه اليوم كل مكاسبك هي رح تكون من علاقاتك ومعارفك وأصدقائك وفي منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتكون فيها أشياء مناسبة لإلكم يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تغيير على طبيعتهم أو على طبيعة عملهم اليوم ممكن ينتبهلكم شوي المسؤولين عنكم ويقدروا جهودكم أهم شيء تقدموا أفضل ما لديكم وحاولكم ما تتهربوا من المسؤوليات الموكلة لإلكم أو من أداء الواجب لأنك ممكن تضر بمصالحك يعتبر هذا بيت السمعة يا إما اليوم تكافأ على أعمالك وعلى الأشياء اللي بتعملها يا اليوم أنت بتشوه سمعتك وتلام على كل شيء أنت بتعمله ففي مثل هذا اليوم لا يجوز أنك تغامر أو تجازف أو تتهور بأي تصرف عشان هيك بدك تستثمر كل فرصة جيدة لما صلحتك تستغلها عشان يكون فيها نوع من أنواع التكريم برج الدلو بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة واليوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان طبعا هذا يعتبر بيت قوي جدا بالنسبة لإلكم على كل شيء له علاقة بخارج البلاد أو الأجانب وبرضو الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد والتصدير القضايا القضائية الامتحانات المناقشات العلمية الأوراق الهجرة كلها هاي أجواء ممتازة لإلكم تقدروا أنكم تتمموا أي شيء له علاقة بهاي الموضوع أهمش أنك ما تستسلم من أول عقبة حاول أنك تكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك تعتبر هاي أفضل أيام الشهر وبترتفع حضوظك فيها ربما بعضكم يقوم برحلة أو يشارك فيه احتفال أو ممكن تناقش مواضيع تكافأ عليها برج الحوت بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تأويض أنا بعرف أنه البيت الثامن يعني شوي بيلعب على الأمور المالية أو بيعطيكوا دفعات مالية أو ممكن تعملوا فوتير أو تحسنوا وضع مالي معين للقروض للديون للتسهيلات للروات لبدا الأمور هاي أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بالمواريث الأهم إنكم ما تبالغوا بمصاريفكم بالفترة هاي غاية اليوم والأجواء بتصير أحسن بكثير فحاول القرارات المهمة أجلها لليوم أهم إيش إنكم ما تهملوا صحتكم اليوم راح تناقش موضوع تمويلي أو قرض ما في بعضكوا راح يناقش مواضيع مهمة إلها علاقة يعني بوضع زي الامتحان فعشان هيك بدك تكون جاهز عالج الشؤون الإدارية بضقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والملفات المالية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم حابب أقدم شكر بس للأشخاص اللي شاركوا في البث المباشر معنا اللي دعموا من خلال البث المباشر صحيح إنه كان فيه أشياء لازم أني أنا حكيت فيها ولكن ما زبطت إن شاء الله أنه يوم السبب القادم بيكون فيه بث مباشر ومنكون جاهزين لأنه راح أحكي عن أشياء بتتعلق بتوقعات العام القادم فعشان هيك إن شاء الله راح نرتب الأمور بالنسبة لهذا الموضوع شكرا لكل الأشخاص الموجودين طبعا حلقة البث المباشر موجودة على القناة اللي بده يحضرها ما كان موجود معنا وحاب يحضرها بيقدر إنه يتابعها هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر